معي اليوم قضايا كتب في البراسيكولوجيا في الماكروكيوتيك في الفيزياء النووية علوم عجيب غني معلقة مولد الإمام العسكري بمثل هذه العلوم ولماذا ويبدو أن هذا التطبيق الكشفي أو الشروري عند الإمام العسكري هو ما سيكون وعلم المستقبل بالجاء جماعتهم من الأهواز إلى البصرة أحد الأخوة له اسم في الكتاب الذي اسمه قلت لي كتاب بحار الأنواع كتاب بحار الأنواع من كتاب الدلائل علي بن محمد بن الحسن يقول أنه كان وافت جماعة من الأهواز من أصحابنا وكنت معهم وخرج السلطان إلى صاحب البصرة فخرجنا لننصر إلى أبي محمد فنظرنا إليه ماضيا معه وقعدنا بين الحائطين بالسرء من رأى ننظر رجوعه فرجعه فلما حاذانا وقرب منا وهنا بيت قصير فلما حاذانا وقرب منا وقفه ومد يده إلى قلونسوته يعني إلى عمته فأخذها عن رأسه وأمسكها بيده وأمر يده الأخرى على رأسه وضحك في وجه رجل منا فقال الرجل مبادرا أشهد أنك حرشة الله وخيرته فقلنا يا هذا ما شأنك قال كنت شاكا فيه فقلت في نفسي إن رجع وأخذ القلونسو عن رأسه قلت بإمانته شو صار صار أنه إذا بدنا نقرأ كتب الديمقراطية مثل جيسكار بيستان بدنا نقرأ علم النفس الحاسة السادسة بالكتابة الأمريكية كيف ينظرون إلى البارسيكولوجيا الأمريكية بدنا نقرأ الخطر الصيوني بروتوبولات كماء صيون بدنا نقرأ بيروسترويكا كورباتشوف بدنا نقرأ الكارما لتغيير المستقبل لمخائد آخر هو ميلابي هذه الكتب جميعا تشرح لنا بعلومها موقف الإمام العسدري هذا هذا وش القضية يعني عندي إنه رواية رواية لكن من يستطيع الآن أن يفعل فعلا الحسن العسكري حسن العسكري كل شي عاش ما عاش قد يوح ولا عاش مثل اللقمان عاش 29 عام أو 28 عام لذلك أنا في اليوم أسميه إمام الشباب يعني لا يفكروا إنه صار قضية تراسية هو إمام الشباب وإمام المستقبل الحسن العسكري ما معنى هذه القضية القضية دار في رأسي سيد من السادة كلام خطب واشترط على الإمام العسكري شرطا إنه إذا كان هو الإمام الحقيقي بيرجع لعنتا وبحط بشيل القلومسو عن رأسه ويضع فرجع خطوة ميلة الوراء وأخذ العمام عن رأسي الشريف ووضع يده وابتسم للرجل فشهد له نعم الذي يعرف الخواطر إلى هذه الدرجة هل الآن قد يشعر عن تسبك أموال في الفضائيات العالمية من أجل ماذا؟ من أجل الرأي والرأي الآخر الرأي والرأي المعاكس من أجل الإقناع لنا نحن الآن منذ ميلاد المسيح إلى الآن ومنذ إبراهيم إلى الآن لا نستطيع في بيت إبراهيم أن نقنع الناس بعضهم ببعض إلى الآن ما استطاع الإخوة اليهود أن يعترفوا بالمسيح وإلى الآن ما استطاع الإخوة المسيحيون أن يدركوا تماما ما معنى الإسلام وإلا الآن المسلمون في فرقهم وطرقهم لا يعرفون إذا كانوا كلهم بقولهم أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله لا يعرفون إذا كانوا متفقين أو غير متفقين إمام العسكري لذلك أن الإمام العسكري إمام الشباب وإمام المستقبل مرة واحدة دارت في بالي كأمر رأساً نزل عند رأيك أنت عم بتقول إذا كان هذا الإمام العسكري هو الإمام فعلاً يعرف شو عم فكر أنا ويرجع له خطوطين إلى الوراء ويرفع القلونس ويتبعه أو العمة ويحطيه على رأسه فلتقط براداره الفكري كم مرة قلتوا لي صوت صوت من وقت ما بدأت إلى الآن وما عم يزبط معي صوت صوت فالكونياني كيف صبت المزياء أما إذا كان عطاني الموبايل تبعه دكتور رانهم ورني الموبايل من الصين بيرسم لي أنه هذا اللي عم بيتكلم من الصين فلا أو رسم من أمريكا هذا الدماغ أو العقل البشري الذي ضبط هذه الأمور بعضها على بعض يعني هذه المواصلة هذا العقل هو الدماغ الذي يملكه الإمام العسكري بدون ما تلفل أخونا هذا اللي ذكره بحار الأنوار ما عطاه تلفون ولا عطاه إشارة ولا أعيض فيه فقط نوع إذا كنت إماما وبدك تقنعني بإمامتك ارفع عمتك ورجع خطوة إلى الوراء وارفع عمتك ففعل هذا الدماغ الآن هذا العلم نحن نسميه للبارسيكولوجيا يعني علم علم ما فوق الحواس هذا علم الإمام العسكري وعلم أبيه وعلم جده وعلم أبنائه يعني هذا البيت العسكري طبعا لا يمكن كتيرين كمان بيفكروا وأنا بالطريق سألتهم إنه شو أحب شيء إليكم بالإمام العسكري يعني ليش بتحبكوه أبو زين قال لي إيه لأنه بي له صاحب الزمان هذا أحب شيء فيه الدكتور علي قال لي يمكن وأنا عم بسمع اليوم معك الأدام خطر لي إنه يمكن عسكري اللفظ سيكافرايه يمكن يكون قادر على شفاء السكري وكل الأمراض لنا الكلام السيدة إنسان تقول أنا بتطريب شو قالت لنا أنه ليش هي بتحبه للإمام العسكري لأنه بيسيطر على المادة بيسيطر على المادة طبعا لما نقول بيسيطر على المادة سلام ورحمة الله أهلا وسهلا من أن نسكر صاحب كتاب الإنسان وقواه الخفية من هو إيه؟ كولين ويلسون يقول كولين ويلسون إنه الحياة غاية الحياة الأساسية أن تسيطر الروح على المادة كما حصل أول مرة فالتربة تربة آدم مادة الروح التي نفخت بهذه المادة حركتها جعلتها بصر وبصيرة جعلتها ذات حواس لها المادة فإذا سيطرت الإمام العسكري على المادة كمان أمر مهم يقولوا إنه كان يكتب بالقلم وأدم فقام إلى الصلاة وترك القلم فمشى القلم وتابعا الكتابة حتى فرغا من الموضوع إذا كان مشرونا بقدرة العسكري على هذه الهيمنة العسكرية على المادة لا، بتعملوا مؤتمرات كتير بالتقارب بين فرق الإسلام كلها بتصلي مع بعض يا سبحان الله ما أعجب يعني هذا الواحد لما يكون طالع من مختبر الإمام العسكري وبيتذكر كيف يعيش أهل الأرض بصير متعجن متهوش إنه مصلاهين بمسجد مع بعض ومنصلي وكلنا نؤمن إيمانا واحدا ومع ذلك بدنا مؤتمرات تقارب فيما بيننا في العقائد أما الإمام العسكري لا لا انوي كما تشاء فكر كما تشاء وأنا أجيبك كما فعل بأخينا هذا الذي قال إن كان إماما حقا فليرجع إلى الوراء خطوة وليرفع عمته وليضع يدهو على رأسه فرجع إلى الوراء لا جدل ولا الرأي والرأي المعاكس قال له أخي اذهب طالما هذه لغتك أنا أتكلم معك بلغتك فشهد له هذه الشهادة موسيقى